يمكن أن تغفر لك الجماهية يمكن أن تغفر لك الجماهية زي مباراة بيرني ميونيخ لكن في بعض المباريات الأخرى اللي زي سينبا التنزاني لما بتلعب بهذا الأداء الدفاعي جمهور بيسعل منك وإحنا كمان بنسعل منك ولما تيجي تقول لي ده احنا هنتأهل أقول لك يا سلام هو الأهلي بيلعب بطولة أفريقيا عشان يتأهل ليدور ربع النهائلة الأهلي بيلعب عشان يفوز بالبطولات يحصد الانتصارات مش أنه هو يبقى لها يتأهل يتهزم من سينبا التنزاني ويؤدي هذا الأداء الغير ممتع بالمرة لجماهير النادي الأهلي والغير ممتع لفرقة النادي الأهلي والذي لا يتناسب أبدا مع قدرات وإمكانيات لعب النادي الأهلي الهجومية النادي الأهلي معروف أنه بيلعب أي مباراة بيلعبها من أجل الفوز يمكن أنك تؤدي بشكل تكتيك أو تلعب بصف تاني في مباراة ما وتلعب بعد تعادل خارج الديار لكن النهاردة مهزوم وبتأدي بشكل ادفاعي ده أمر غير مقبول عند جماهير النادي الأهلي وعشاق الفنينة الحمراء في جميع أنحاء العالم النهاردة بيقولك أن الأهلي قادر على التأهل إلى ربع النهائي التصريح ده أنا شايف أنه هو تصريح روتيني كنت أنتظر من مستر موسيماني أنه هو يعتذر عن هذا الأداء السيء للجمهور وهذه الهزيمة لما تخسر من بايرن ميونيخ نقولك ماشي لكن لما تيجي النهاردة تخسر من سنبا التنزاني وتيجي تقول لك أنا هتأهل أقولك لا يا مستر موسيمان مش متوقع منك كده خالص 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 جمهور النادي الأهلي العظيم وعشاق الفانيلا الحمراء ما بيستنوش فكرة أنك أنت تفوز في مباراة الأهلي بيلعب من أجل المتع والإصارة والفوز بالبطولات مش الفوز بمباراة فما تجيش النهاردة الهزيمة لما تبقى من سنبا التنزاني فريق كل الاحترام ليه فريق عنده عناصر كويسة ومتميزة لكن ما تخافش منه وتلعب بهذا الأداء الدفاعي الهزيل اللي يخلي الناس تطمع فيك في المباراة القادمة لازم البطل يبقى بطل يبقى بيلعب على الفوز يبقى بيشرف النادي الأهلي يبقى بيبس الثقة والاحترام والفخر في نفوس لعب النادي الأهلي وجماهيره لكن إن احنا نجي نقول لا أصلا أنا مش عارف إيه وأنا هتأهل هتتأهل ونادي الأهلي بيفكر في التأهل ونادي الأهلي بيفكر في البطولة مش في التأهل وقال إن مصد المسلمين قال إن إحنا أمامنا أربع مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود وسنعمل على ذلك في الفترة القادمة وقال دخلنا مباراة سنبا بهدف اللعبة على الاستحواز في منتصف الملعب وأوتيحت لنا فرص في الشطة الأول لكن لم تترجم إلى هداف ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أبو فرص وقال إن من الممكن أن تلعب في ظروف المباراة كانت ممكن أن تلعب في ظروف وأجواء صعبة لكن عين التعاون مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير في ما هو قادم لا إحنا خسرنا بسبب أدائك مش بسبب الظروف والأجواء وقال أنا مدارب محترف ولا يشغل بالحضور الجماهير مدام الاتحاد الأفريقي قررت ذلك ولكن الأجواء اللي تقومت في المباراة لا تحدث في أي مكان بالعالم هنا برضو النهاردة حاجة غريبة جدا مباراة الزمالك وتونجيت بطل السنغال مفاش جمهور مباراة الأهل وسنبا التنزاني 30 ألف مشاجه وما فيش أي حاجة تدل على إن إحنا في أجواء كورونا خالص 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 أنا مش فاهم يعني إيه الحكاية اللي بالشكل ده يعني كأن ما فيش كأن ما فيش كورونا كأن الأمر عادي جدا والحياة بيس وكله تمام وحياة كده نهاردة عدو مجلس إدارة اسمه عالي محمد عدو مجلس إدارة في نادي السنبا قال إن هذا الفوز طبعا سعداء بالفوز على نادي الآلي ولكن مواجهة الآلي في القاهرة مسألة صعبة ونحن جمعنا 6 نقاط فقط من أجل التأهل أو الدور الثاني سنبا التنزاني يحتاج إلى 4 نقاط من 4 مباريات 4 نقاط من 4 مباريات أو 5 نقاط من 4 مباريات يعني فوز وتعادلين يمنحوا التأهل أو فوزين يمنحوا التأهل المباشر هنا النادي الآلي يعني يعني ما ينفعش أبدا 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 أن يؤدي بهذا الشكل أمام فريق متواضع الإمكانيات ومتواضع التاريخ وتيجي تقول لي أصل الظروف والأجواء والمناخ جمهور النادي الآلي زعلان جدا على سوشيال ميديا ومن أداء فرقة النادي الآلي المسيماني عليه أن يتحلى بالشجاعة أكثر من ذلك مدرب كبير مدرب يمتلق قدرات فنية عالية تاريخه بالأرقام زي الفل لكن عليه أنه هو يبقى بيتحلى بالشجاعة أكثر من كده بعثة النادي الآلي توجهت من الملعب من استاد مكابا إلى المطار لركوب التائرة الخاصة والعودة للقاهرة والفرقة بتوصل صباح الغد بإذن الله بإذن الله بتوصل صباح الغد إن شاء الله في القاهرة بيئة التائرة الخاصة إلى القاهرة طيب عاوز أقول لي تاني نحظة النهاردة النهاردة عمل بعض الناس بيشعروا أو بدوا نفسهم حق الوصاية على مستر المسيمين وبعض الناس عاوزين يبقوا هما أهلوية أكثر من الأهلوية وبعض الناس بيصل بيها النفاق إلى أنها تقول لك لا ما تقولش كذا لا ما تعملش كذا ليه يا عم ما ينفعش تهجم مسيمين لا يا حبيب النقد هو أول طريق لتصحيح المسار النقد هو أول طريق لتصحيح المسار ولو أنت قعدت تقول له كل شيء حلو كل شيء جميل ده أول طريق الخراب وأي مدرب في الدنيا بيوفق ولا يوفق في المباريات لكن عليك أنك أنت يعني إيه بعض الناس هم تقول لي يمكن لاب المعاطي لفظ جبان ده تقيل على مستر موسيماني ما أنا قايله وقصد أنه يبقى تقيل وأنا قصد أنه يبقى خفيف ليه لازم يعرف أن الناس اللي بتدعمه وأولهم أنك لاب المعاطي ذاك اللي فرحم بيه وبتعاقده وعمل انفراد تعاقده شايفه مكسب كبير لما يحدث تحول يقول له خلي بالك أنت كده ماشي غلط تنور له لمبة حمر تنور له لمبة حمر فإن الناس تنتقد موسيماني حتى الناس اللي بتقال عليها أنها أهلوية أو محايدين أو ملتزمين ده مش عيب ولا كارسة خاصة الأهم أن تكون النواية صفية ما يبقاش سكريبت عند كل الناس لا أنت النهار ده بتقول الأداء سيء التغييرات سيئة الأهل لم يلعب إلى الفوز الأهل اللاعب ينتظر الهزيمة مستر موسيماني لم يوفق عادي كل ده عادي كل ده عادي لكن اللي بيفهم كورة لازم يقول ده اللي ما بيفهمش كورة وفاهم نفسه يعني سيبك من ده وضع بطوهب ده وضع بطوهب على طول لكن لما تشوف حاجة غلط تقول إن ده غلط حتى لو لحد أنت بتحب بس تقولي إزاي بكراهية ولا بحب برغبة في التصحيح ولا بتعميق للسلبيات والإحبار لايك وشير وصلي على الزين ودعي نفسك والوالدين والغير مباراة المسلمين النهاردة أقل مباراة أداها مع النادي الأهل أقل مباراة توفيقا له وأكثر المباريات خطأا له في إدارة المباراة أسوأ تشكيل وأسوأ تغييرات ما كانش عنده أي طموح للفوز كان قاعد بتفرج زينا على المباراة وربما اللي كانوا بتفرجوا زينا كانوا أن هما يعني أفضل كمان هو النهاردة لم يستغل الدوافع اللي عند اللعيبة ولم يستغل النتالة العالم ويبس الرعب في نفس المنافس لا 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 ده عادي بالنسبة له وكلام من ده والأداء كان سيء لايك وشير وصلي على الزين ودعي نفسك والوالدين والغير أوعى تفهم أن تعادل للنادي الأهلي أو هزيمة النادي الأهلي تخليه يخرج برا الصباح سيظل النادي الأهلي مرشح ضمن المرشحين الكبار للفوز ببطولة دور الأبطال الأفريقي وإنت مغمى تبقى واثق من ده ليه إنه فريق كبير جاي له يوم الجمعة خمسة مارس الجمعة بعد القادم بإذن الله جاي له فيتا كلوب تكسب ترفع رصيدك لست نقاط تروح له هناك لازم تلعب على المكسب خارج الديار كلنا أمل كلنا أمل في النموستر المسلماني يعمل كده لكن النهاردة المباراة لا شكل لا طعم لا لون ولما يقول كده أمك لابو المعاطة تعرف أنه هو بيقول صوت الضمير ما ينفعش النافق ما ينفعش يقول الحكم ظلم الأهل لأ حكم ما ظلمش في الأهل ولمسة اليد لو الحكم عاوز يظلمك كان حساب وكانت تحس بما كناش نعتارد فاهمني فبالتالي لا نهاردة مباراة لا فيها أداء ولا تغييرات ولا نتيجة ولا فكر ولا أي حاجة في أي حاجة فعزرا يعني الناس اللي عاوزة تنافق بشدة ابعيد وبعيد عننا لأننا ما بحبش الحاجات دي أنا بحب أن أعمل الصح الصح من وجهة نظري ممكن يبقى وجهة نظري غلط وانت صح عني الله أعلم لايك وشير وصلي على الزين ودعي نفسك والوالدين والغير